السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتفق الأمة المغربية على حدث قتل محمد البستاتي. هاد الشاب اللي عنده 36 سنة كان على علاقة مع واحد السيدة. فوق من تلسنين. اكيد فوق من تلسنين فيها وعود فيها اه فيها حب فيها هويام فيها عشرة. وما كان عارفش هاد الناس هادو لا البنت ولا الولد اللي كيتفهموا مع بعضياتهم وكيتعاشروا. لا هي كتخاف من وليديها لا هو تخاف من وليديه. لك يقلبوا على بعضياتهم متكاملين. يكونوا ولاد الناس. يكونوا اه يخافوا الله. اه الغريب في الامر ان من كيتعاشروا وكيوليهم عشرين كانهم ازواج. شنو اللي كي شنو اللي كي يخلي الفرق بين اصحاب والزواج هي لك الورقة الشرعية اللي كتحلل ما بين جوج ديال الناس اه باش يولدوا ولدات وباش يزيدوا بالقدام اه ويعطيوا واحد الحياة فيها صلاح دين ودنيا. الناس كيتجاهلوا دك الورقة. ومن كي يطرى شي مشكيل غالبا الحرام كي يجيب المشاكل وكي يجيب الموت وكي يجيب. من كي يموت شي واحد فيهم سواء مرة ولا الرجل الا وكيكون دك الشاهد اللي كيدلي بالشهادة دياله انه الله يعمرها دار كيف ما تيقوله على السيد محمد البستاتي. الله يعمرها دار حجم شي دياله عنده واحد الموتوسيكل كيعون به الناس او سيارة وكي يران دي سيرفيس للعباد الله والجير انك تشهد ليه بالحق هو مات الله يرحمه. اللي ما كتلاحضوش انه هاد الناس هادول اللي كي بغيوا الحرام كي بغيوا يديروا الخير مع الناس كشاهدين يعني كي بحل كي بغي بيال ليه بالله نرى وخاك تشوفني كي يغطي على الحرام دياله وخاك تشوفني معاشر مع ديك السيدة وما مجوش بيها وفي الحرام ولكن انا هانا مزيان معنا نقدر نران ديلك سيرفيس نسلفك نعطيك نطح معك في العافية وكي نساء انه رخصو يدير مزيان مع الله لانه بينه وبين الله غير الحلال بينه وبين الله الحلال يمكن هاد السيدة وكان قوله الله واعلم كيفاش تقتلاته والسبب باش قتلاته يمكن بعد الوعود اللي تجاوزت تلت سنين اليوم غن ناخدك غدا غن ناخدك مع العلم انهم هما صار اللي صار في جلسة خمرية يعني الحرام كي جار للحرام ما غديش يكون بها واش علش ما خديتينيش واش قلتي لي غن ناخدك وما خديتينيش وفينا هو الوعود ديالي وعليش كتساءل اه الى انا قلسة مع هاد الناس لانهم قلسين في جلسة كيف ما قلنا خمرية يمكن هي اه تكلمت مع شي واحد فيهم لانه الله اعلم واش كانوا شاربين هي كان شاربها ولا هو كان شارب الخلاس هي الهاديك المعمعة اللي غادي تقدر تقلس مع الرجال وعادي عنده لانه لو كانت الامراضي هالو ديال الحلال وديال داره وجابها من دارهم ومش هات دار داره حتى هو بالام ديال والاب ديال واخدها من وسط عائلي محض اراه غادي اه وحتى ولو قاع حتى ولو قاع استرعليها غادي تكون فحد الحضن ديالبيت دافئ في الحلال وزوجة اه بكل معناه من الكلمة اراه ما غاديش تقلس حدا رجال ما غاديش تجي تقلس هذيك القلسة وما غاديش تهضر مع حد اراه يلاحق قاع متلا وجاب هو صاحبور غادي ترفض ليه لانه صافي هي خرجت من هذيك الايام اللي كانت فيها تعرفت عليه فيها او لاصحاب اللي كانوا بيناته مراه تتكون تتكون واحد العشرة ديالولاد وبناته تتكونوا كيتجاوزوا الجلسات العادية وكيقول لي هذا مساحب معه وتتقول لي هي ما بغات وشو كتبغي واحد اخر ولكن مني كتبغي صافي كتعرف رصائدك شي غير داز وهي بغات واحد منهم وكتبغي صافي ربي تعفو كيدخلوا الباب التوبة وكيطلبوا الله يسمح ليهم وكتبقاش تبغي تقلس مع اي كان من الماضي كتبغي تايات عيش وحدة عيشة زوينة ديال الحلال راه مكين محسن من الحلال الحلال صحيح كينور شوية شوية عكس الحرام اللي كينور ضربة وحدة ونهار كيبغي يتفا كيتفا ضربة وحدة بمعنى إلي الانسان شتي دغياه فجأة غنى الله وده راه دخلف شي حاجة غير شرعية ماشي ماشي الناس كلها احنا كندوي وعلى الحرام كندفسروه لأن الانسان اللي نمشي تحطي يديف في الحرام راه دغياك يوصل ولكن النهار كيبغي كيبدا دك الحرام ديانو ما كيدومش كيتفا ضربة وحدة غير الحلال كيضرب الانسان يضرب يضرب يقولك وانا كان خدم مع عباد الله وشوف موصل التهاجة وجهدي التقطاع وصحتي مشاهد راه ربي كيعطيك يمهل ولا يهمل كيعطيك غير سير فاذي الطريق نهار كيعطيك كيعطيك دقة وحدة كتطلع ما كتعرفش كيجات كتقول والله القسم اللي ما عارفش كيفاش تجيتها والله ما عارفش تشريتها دي والله وكترى كتكون جالس وكتقول مستحيل قدامي نوصل مستحيل قدامي نزيد بهذه القفلة دي البراري ولا انا والراجل ولا انا بوحدي وشانا غير يعطيني الله كيولي تساؤل بينك وبين نفسك وشانا الله غير يعطيني لكن غير يعطيك لأنك انت يا مرضي الولدين وزيد على ذلك كتعرف الحلال من الحرام كتفرق بيناتهم اكيد غير يعطيك الله سبحانه وتعالى اما تخرج تنهب وتسرق وتفسد وتدير المحرمات وتوصل وتقلس مع الناس خستك توصل وتقلس مع الناس لأبها وخستك تدير اللي حرم الله وما كتخافش من الله ولو انك تقول لا انا كنخاف الله ولكن انت كتعطي واحد فكرة لنفسك كتأمن بها انك انت كتخاف من الله لكن انت ما كتخافش من الله انت عندك الهتمام غير بهذاك المحيطين بك انه يعرفوك انك انت وحد الرجل مزيان حيث بحلقة منك يموت الانسان تقول لك الله يعمرها دار بما كي يجعل الناس كيتساءلوا كيفاش هذا الله يعمرها دار ومزيان وتيشكروه فيه هو للناس وكذا وهو عيش في الحرام وهو مات ما نقدرش نقوله ما تشاهد ما نقدرش نقوله اه مأواها مار لان هذاك شي كله في علم الغيب اللي كان عارفو نقوله انه الله يرحمه وهي الله يتولاها لانه خصة تأدي الواجب عليها من العقوبات وهذا الشي كيرجع كله للتربية وكيرجع كله للمعاشرة ديال الناس اللي ممزينينش راهي لا ربينا وديداتنا وعرقناه انه خصنا نلقي الولاد نعم ماشي يقلس وغسلي يديق وغسلي فمك وقل بسم الله وقل ايه هذي من الاساسيات لكن خصنا نعلموهم يختاروا الناس ونعلموهم القناعة نعلموهم يعرفوا كيفاش يعرفوا هذا حلال وهذا حرام ويلا قلسنا مع الناس نميزوا الناس اللي فلنفعوا منهم ومنتبعوش اللي كيدحك معانا واللي كيدحك علينا لان الاغلبية ديال الناس اللي كتتتنزع لها عراسة ومن كيدحك عليك راسك كيفاش كيدحك عليك راسك مني كنت تبعشي حاجة انت مقتانع بها شتي عندناس وقتانعتي بها ومعرفتياش في الاسس الدينية واش مزيانة وما مزيانة وكتحللاش من ناحية الحلال والحرام والدين والسنة والأعراف واش مزيانة وليما مزياناش لأنك انت عايش في هاد الشي خصتك تعارف واش مزيان وليما مزياناش عدت مشي فيه نعلم ولدنا كيفاش يمشيوا في هاد الاساسيات اللي احنا كنتجه لها وكنخلي ولدنا حتي يكبروا وعد يعزلوها يعزل الصديق يعرف اللي يبغى واللي ما بغى لا احنا خصنا نورديه إلا كنت يقال سمع فلان وقال كذا وكذا أو لا سمعتيه لفنان بعد منه هادك الشخص بعد منه وندعوه معهم دعاوي الخير الله يسلط عليك ولاد الناس الله يسلط عليك ولاد الناس وبعد عليك ولاد الحرام هدي كل أم لازمها تدعيها مع ولادها باش هادك الدعوة منك يسمع هادك الولد كي بدي يميز لكي يولد الناس وكي يولد الحرام ما احنا كابرين عارفين ان هذا ولد الناس ولد الحرام كيفاش دير مشي ولد الحرام لأنه جاي من الحرام وان الولد الحرام نفعيله هاد السيد هادولة هاد السيدة هاده كيف هي احتجت لذلك الوسط وانما دخلت الواحد الوسط اللي اندامج فيها ذاك الولده هو وش كل جرل اخر باش دخلوا لهذاك الوسط الخمري وذاك الحرام انهم كانوا بجوج بغين يوصلوا لواحد الحاجة اللي هما بغينها بجوج واما بجوج هم عارفين حلاله انا مسلمين كان عارفوا ميزه بين الحلال والحرام ولكن مني كان بغوا نوصلوا لواحد الحاجة لاننا بغيناه بغينا نديروا ذاك الحاجة وهي جاتب الحرام لا يمكننا نديرها بالحلال لانها تكون ممنوعة اذا جينا نبغيوا شي حاجة وهي ممنوعة حلالا لا نديرها ولكن نفسنا الامارة بالسوء بغى توصل ذاك الحاجة وهي الحاجز اللي فيها الحرام سينحيدوا وينوصلوا لي هنا في نخصنا نعرفوا انه راكين ينشيحوا لا يمكننا نعرفوهم بالعقل ونفدوهم مع نفسنا ومع الغير وإلا بغينا نفدوهم مع نفسنا ومع الغير سنكونوا كنعرفوا الأسس الدينية سنكونوا كنعرفوا نميزوا بالخيب والمزيان بين البيض وبالكحل بالحلال وبالحرام خصنا نصليوا ما نبعدوش على الدين دينا ما نبعدوش على الدين دينا نصليوا ونصوموا ونزكيوا ها أركال الإسلام خلقها الله سبحانه وتعالى وعلمها لنا باش علاش باش نعرفو نبعدو على الحاجة اللي هي خيبة اللي غد يتأدي إلى التهلوكة أغلبية المشاكل اللي كتجي كلها كتجي أن الإنسان تيبتعد على ذكر الله وكيف يبتعد على الدين ديالو كيف يبتعد على ذكر الله والاستغفار راه إلا ما جيناش نعلمو ولادنا كيف اللي تعلمنا احنا من والدينا أو تعلمنا من أهلينا والجيران ديالنا راه هذا الشي غديوك تكثر لأن الناس بتعدت على الدين بزاف ولت الناس بغى الفلوس ولت الناس بغى تعيش ولت الناس بغى تمشي ورا ملدات الحياة وملدات نفس الأمارة بالسوق راه ملكين الشيطان راه كل إنسان عنده في جيبه شيطان يخرج ويتهدر معه ويوريه شي دير انت رجعته وصديتي عليه راه تغلبتي عليه انت خرجته وحطيته ورا ودنك وبدأ يوسوس لك وعجبتك الدنيا وكادضحك وكادحلم وكادقول إياه راه من العشية تقدر تخرج ودير واحد الجلسة اللي هي خائبة وتعيشها وتمشي معها الابعد للبغض وهي غدي تبقى غادية معك راه مغديش تنسحك مغديش يقول لك راسك فيق لا هذيك الساعات يضحك عليك راسك يقول لك راسك لا والله لو انت راجم وليتي تقلس مع الناس وليتي تعرف شنية الحياة وقين منهم يقول لك الخمر انا في الاخرة سنية شربتوه انا مغنشربوش في الاخرة اللهم خليني نشربوه انا نتلدد بي واكين غنشربوه ما عرفتش كون هذي الناس اللي كتزرع هذي الحويج اللي كتوصل هذي المعلومة خاطئة الناس كتوصل المعلومات وكتشرح الدين وكتولي من الناس اللي كتعرف وكتفهم في الدين وكتفهم في الحياة وكتعرف الاخرة شنو فيها هي الاخرة هي كل واحد وصل مات وصل الاخرة ديالو كيعرفها شنو كين اما الناس اللي كتعرفها الاخرة غير اللي شرح لنا العلماء ولي عرفنا به الغصوص الله عليه وسلم ما نقدروش نجدهدو في شي حاجة ونقوله كينا قصنا نديرو هذي حيث شنو هذيش نديروها مستقبلان في الحياة الحرة اللي غادي نوصله لها احنا كإنسان وكبشر جينا من ضلاء ما عرفناش مين جينا وخرجناه للدنيا ونهار غا نبغي ونغادروها غا ندخلو الضلاء ما غاديش نعرفوه صح كين الحساب وكين العقاب ولكن شنو هما الدرجات اللي غاينو كل واحد كان قادي يعرف غادي يعرف نهار غادي ينزل القبرو وشنو غادي يصير ليه غادي تحدى الحاجات الخيبة وفعلا أن الشيرا كان عرفوه إنه واحد شوية ولكن للقصاوى دياله ما كان بغيوش نسمعوها ما كان بغيوش نبغيوش مشيوه ونبغيوش نعرفوها باش نلتزموه ونقلوه راح نورانا عذاب شديد مين غادي وصعنا لي عليه الله والرسول لأنه آحنا منشيوه في الهاوية إذا احنا نشينا في الطريق الخيب وإنما إذا كنا قالسين صحيح ما كان عرفوش ما كان عرفوش الدرجات اللي غنوصلوا بها لكن احنا فاهمينها بعقلنا فاهمينها ما نبقوش نبدو نفكروا بزاف دي اللي حويش كوصافي وانا يا غادي غادي الواحد البلاثة ما عارش فين غادي وما غاديش نتألم وما غاديش ندير انا مش قصة الالم قصة انك غادي تلقى مولاك الى درتي الخير وما غا تلقاش الى ما درتيش الخير يعني انت على ارض الواقع غادي تلقى مولاك وغادي يقدر تكون من الناس اللي غادي بتسلم لهم الله في وجههم وتقدر ما تلقاش مولاك الى درتيش شر وهذا اكيد الشي اللي حقارة ما تشاهد شكل يقال لكم انه ما تشاهد وهو مات مخمور مات ما موضيش مات الله اعلم بيه كيفاش دير الله يرحمه ويوسعه عليه ويغفر ليه نطلبوا لون مغفرة وهي الله يتولها مع الحساب ديالها ومن هاد المواضيع كل هاد اليوم نصبحوا على موتا وغدا نصبحوا على تشارميل وبعدون سبحوا على لحتى الوليدين طردوهم وانه هاد شي جاء من وراء ان الانسان بتاعد على الدين بزاف هرب على الدين هرب بزاف مع ان الدين قوي واقف بلاسته والغريب في الامر ان احنا كمسلمين ما كان حمدوش الله اننا جينا للدنيا مسلمين والغرب مما فيهم الكفار وفيهم ما نقولوش الكفار الناس اللي ما اخلاقوه كاك ما كيعرفوشنا والدنيا يوم اللي كيسمع شي اي وما كيف همهاش وانما الرنة ديال ديك الاية وكي كيعجبوه كيعجبوه ذوك الايات القرآنية وكيبغيش تفسرها كي كي سلم عليها كي سلم عليها كيفاش تكون خاطرك انت مسلم اللي عارف كل شي اللي في القرآن وفهمه وقاريه ومحركتك ش نفسك الدين ديالك شبت بيه وما تميلش لايمين ولا شمان الله يغفر لنا واسمح لنا ويهدينا ويعمر قلبنا بالصلاة والدين والعجبة دا واليقين وتبعد علينا الشيطان الراجيم والوسواس الخناس تقو الله يا عباد الله في خلق الله وفي انفسكم وكنتمنى ان شاء الله ما تنسوش اللايك والتعليقات ديالكم باش تزدوا بهد القناة ان شاء الله وتزيد القدام وتعاونونا باش نعاونوا بعد القنوات اللي كي يجيبوه للمصداقية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته